في مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة نفذ طيران صيوني فجر اليوم سلسلة غارات شرق مدينة رفاح أوقعت عددا من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء فيما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلاح ومحيط مدينة الشيخ زايد وسط القطاع قصفا مدفعيا وجويا عنيفا القصف طال أيضا حي زيتون في مدينة غزة ومربعات سكنية في مخيم المغازي وشرق مخيم البريج في حين أصيب العشرات من النزحين برصاص قوات الاحتلال الصيوني ببلدة القرارة الواقع الشمال غرب مدينة خان يونس وارتفعت حصيلة شهداء في قطاع غزة إلى أزيد من 33 ألف شهيد بينما تجاوزت حصيلة الإصابات 75750 في حين لا يزل آلف ضحايا تحت الأنقاض